السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة تحضير سلو مغريبي بطريقة سهلة وبسيطة و مقادر مضبوطة 100% و ناجح و معلق و رائع و لديد اول حاجة سوف نحتاجون في المقادر سوف نحتاجون مسكا حرة بالنسبة مسكا حرة انا عندي هذه على شكل البوماد انتم عندما تفرد عندكم و تفرد عندكم دكلي حبيبات سوف يتطحنوهم مع سكر سانيدة يعني واحد راس المعلقة اللي سوف يحتاجون من المسكا الحرة بالنسبة الى هنا يعدنا القوزة تقريبا نص معلقة صغيرة ديال القوزة عندنا قبصة ديال الملح جوج معالق ديال القرفة مطحونة عندنا جوج معالق ديال النافع و حبة حلاوة مطحونين عندنا نسكيلو ديال زنجلان اللي مطحون حتى طلعت الزيت ديالوها عندنا رابعة ديال زنجلان مهرمشة عندنا محمر بطبيعة الحال و مهرمش عندنا رابعة ديال زنجلان محمر و مهرمشة عندنا سكر سقيلة رابعة 300 قرام ديال زبنة حيوانية تكون نوعية جيدة عندنا اللوز اللي مقشر و مقلي و طحناه على ها كهيم هرمش هنا نسكيلو ديال اللوز اللي طحناه حتى او لا على شكل ديال تطلعت الزيت ديالو هنا عندنا كيلو ديال الطحين محمر يا اما في المنزل ديالكم يا اما للناس اللي كي حمرو في الفران راكي عرفوا الطريقة بالنسبة للناس اللي مخدوش معاي المقادر من اللوول انا غنعود معاكم المقادر مضبوطة هنا يا موناك نصايب الوصفة يعني الوصفة ديال ديال سلو اول حاجه هنا كيف ماش فتوره خديت كيلو ديال ديال الطحين اللي حمرتو في الفران ديال ديال الزنقة يعني صراحة كيكون سهل و مضمون بالنسبة اللي كي حمرو في الضرر نفس طريقة ما كانت مشكل بالنسبة لهذا المقادر كيف ما قلت لكم راهية مضبوطة والناس اللي بغاوا يقتصدو يمكن لهم انهم يزيدوا في الطحين يعني يزيدوا في الطحين يعني بدل ما انا درس كيلو تقدروا انتم ما تديروا تجوش كيلو 3 كيلو هاد المقادر تقدروا تزيدوا هاد المقادر تجوش لكم تقدروا تزيدوا هاته على ثلاثة كيلو ديال الطحين ويكون ويطلع لكم سلو واخاها كمقوم وزوين بالنسبة للناس اللي كي عجبوهم يكون مقوم مزيان وهذا را كيلو دلوز بهاد المقادر را كي يجي واحد سلو اللي ما كيبانش فيه اصلا قاع طحين يعني كيجي رائع والديد ومقوم مزيان هناكي فيما شو معايا هاد المرحلة ضروري انا كم تديروها يعني كننغربلو الطحين باش كنحيدو دوك الحبيبات اللي فيه وبالنسبة للسكر سقيل هناكي فيما شو معايا عندي رابعة ديالسكر سقيل 250 جرام ديالسكر سقيل اللي تهيي غادي نغربلها لان تهييي كيكون فيها الحبيبات هاد جوج ما راحي ضروري انكم تديروهم لا بالنسبة للسكر سقيل ولا بالنسبة للطحين باش ما غايا عدبوكمش انتو ما كتصيبو سلو ديالكم يعني مني غادي غادي تغربوهم هكا كيكون الطحين نرطح بو سكر سقيل تواحدة ومنوذك الحبيبات مني كتضيفو المقادر كتجيكم انكم تخلطوهم كي يجيكم ساهل حسن من انكم عادت بدو تتحلو دك الطحين يعني هاد المراحيل بجوجهم ضروري نغربو الطحين اللي حمرنا من قبل ونغربو السكر سقيل غا نحتاجو الجوج معا القكبار عمرين ديال القرفة اللي مطحونة بطبيعة الحال عدنا جوج معا القكبار ديال النافع وحبت حلاوة إلا كنتو طحنتوهم من قبل راهم زيان إلا كنتو صيبتوهم في الدارة كتتحمروهم بعد كتتطحنوهم عدنا قبصاء ديال الملح هنا عدنا القوزة تقريبا نص معلقة صغيرة ديال القوزة بالنسبة للناس الحواميل وبغوا سايبو سلو فهد رمضان يعني كتتحيدو القوزة يعني ما تدروهاش هنا عدنا راس معلقة صغيرة ديال المسكة حرة انا كيفما قلت لكم عندي بوماد انتو ما لما تفردش عندكم غادي تدروه الحبيبات ديال راس معلقة ديال حبيبات ديال المسكة حرة غادي تخلطوها معا سكر سانيدة وكتطحنوهم وكتضيفوهم الخالط ديالكم غادي نخلط النواشف مع بعضياتهم كيفما غادي تشوفوا معايا هنا يا باش ندمج مني العناصر جيدا باش كات داك الطحين كيتنسم بدوك العناصر كلها يعني كيف مشتورة عادي تقيمة غادي نواشف من غير انه ديال المسكة الحرة اللي تهي كنحاول انني ندخلها في الطحين الى صادفتها ندخلها في الطحين واصلا مني كتبديكة تضيف المقادر كل شي كيبقى تكتعلكيه مع بعضياتهم هنا كيفما كتشوفوا معايا المقادر درناهم اول حاجة غادي نبدو ب الزنجلان اللي مطحون مهرمش عندما شفتو زنجلان تقريبا رابعة ديال الزنجلان اللي مطحون مهرمش محمر ومطحون مهرمش هنا غادي نضيف ليه كيلو ديال الزنجلان اللي طحنته حتى عطاء الزيت دياله بالنسبة للطريقة اللي كتطحنه يعني مباد ما كتتحمري غادي تاخديه غادي تطحني لطحنتي في الخارج ديال منزل ديالك رطي تطحنه بطبيعة الحالتك يعطوه لك على هات الشكل الى في الخارج ديال منزل الى طحنتي في المنزل ديالك وبغادي الطريقة كيف اشكتطحني انا كنتحن نصف الكيمياء رابعة مثلا اللولا غادي نطحنها وحتى كت کت تُعليك شوية وكنتحن رابع اخرى ومن بعد نقضطه ووكني أعود نتحن المرةzte لطata الزيت دياله يعني كت تتحمل زيت دياله يعني كتace ذا المرحلة تاخد شوية ديالة المراحل باش هاكدا بتعتك واحد زنجلة اللي كيكون معللك مزيان وكتطلع لك الزيت دياله باش بترتيع نضر �د الضر باش متخسرгиه هاش الثاني حاجة هنو كيف ما شوتوا معي مني ندرت داك الطحين مع الزنجلان كنحاول ندخله مزيان هو اللول تاك نشوفه ندامج مع الطحين مزيان وهالطريقة ديال انكي كتطحني الزنجلان حتى او لحتى اللوز حتى كي كتطلع الزيت دياله كتعاونك انكي ما كتضيفيش كمية كبيرة ديال الدهون ديال الدهون لي متلا زبدة ولا زيت على حساب باش بغيتي تخلطي هدا سلو ديالك هني كيف ما شتور هني ضفت كيم نص كيلو ديال اللوز اللي تهو مطحون بنفس طريقة هني غاني نخلط مزيان هاد اللوز مع المقادر جيدا يعني مع ذاك الطحين ثاني بنفس طريقة اللي درنا زنجلان اللي كنا طحناه من قبل وشتوا طريقة كيفاش عادك شو مزيان مع ذاك مع ذاك الطحين بنفس طريقة كندخل مزيان ذاك اللوز في الطحين وكندلكو حتى كيدخل وكيد ندامج مزيان مع العناصر مع بعضياتها كيف ما غادي تشوفوا معايا هنيا من بعد مما كيدندمجو كنضيف ذاك الزنجلان اللي صاين وكنضيف اللوز اللي كنت فسختو وقليتو ومن قبل هنيا راح رابعة ديالزنجلان اللي شبته صاين ورابعة ديال اللوز اللي مقلي ومطحون غايم هرمش غايم نحرك العناصر مع بعضياتها جيدا حتى كيندامجو كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا يا من بعد غادي نضيف الزبدة اللي غادي تكون دوبناها حتى كت تزول من هدا كلبا ديالها وغادي هنا غادي نخلط المقادر وانا كندلك جيدا وكان كندلك زا ما دوك المقادر حتى كتخرج زيت ديالهم يعني وغادي ندمجو مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا وكيعطوني هات الشكل النهائي كيف ما شوفوا معايا هنا يا يعني راح تلتمية قرام ديال الزبدة كافية انها جمع لكم هديك المقادر اللي شوفوا كيف ما شوفوا من هناك مسلو ندمجو هذا اللي سوف يكون مزيان بالنسبة للناس اللي غادي بغادي تصدروا يقدروا ياخدوا هاد المقادر ويزيدوا لهما الضحين رايز يزيدين طحين غايا تحين واللي كي ياخد لينا الدهون كتر واللي يمص الدهون انا كنفضل ان اني نزيد القوام على ان اني انزيد الطحين فمتي لهم ما انكم يديروا هاد القوام كيف ما شوفوا مع كمية الطحين قليلة ودبارات قريبا الزيت غالية الزيت غالية وقوام يجد أن يصبح من أنك تزيد الطحين و تزيد الطحين لكي تحصل على كمية كبيرة يعني أنا كنفضل أنه يزاد القوام على أنكم تزيدوا الزيت والزبدة وكل شيء سيكون لهم غاليا يعني لو ما نزيد زنجلان ونحصل على سلو اللي يكون لديده وقوامه حسن من أنني نضيف له الطحين كيفما كنت من قبل راه هاد الكيمية راه كان الناس اللي غالي يبغي يزيدوا لها تثلاثة كيلو ديال الطحين راه غالي يجيكم زيانية ولكن راه هي غالي يخصكم زيدوا الدهون اللي هما الزيت والزبدة ولا حسب انتم ماشنو كتستعملوا و رات او مرة تقريبا نرى يعني غالي تصدقوا يماية يعني لو ما أنا تزيدوا القوام وديروا هكا يجيكم لديده زوين و قواموا زوين وكتحسوا انكم كتاكلوا شي حاجة اللي صحية والديدة هنا بالنسبة هنا كيفما شفتوا معي الطريقة ديال تقطع انا كنحتفظ بهم هكا مرصويات هكا مني كان بغير نقدمهم كيجيوني سهلين في التزين وفي نفس الوقت سهلين في التقديم غالي نحتفظ بهم انا في بواطة على هاد شكال يمكن لكم ميلادرتوكم ميلاك تحتفظوا بها في تلاجة يعني تيوصل لرمدان يعني ما تخسر محتى حاجة غي انما كيفما شفتوا هنا كيفما غاني نستفهم غاني نضيف واحد بلاستيك غي دائما الفوق و من بعد كنسد البواطة ديالية نحتفظ بها في تلاجة ونقول دباحي سكي البرد يمكنكم تحتفظوا بها حتى خريج تلاجة وباش ما كيفما كيخدم شوية و باش ما كيكون كيعطي للداريال و باش ما دوك العناصر كتندا بجمع بضياتها و كيكون لديد هاد طريقة كتبقى صراحة سهلة يعني تفت زينها ثم دبانا غالي نوريكم كيفاش كنزينهم اه يمكنكم ديرهم دائريين هكا و لم ربعين كيفما شويتوني درس و كنزينهم هكا بلوك الحبيبات دياللوز و كتقدمهم و كيجي الشكلة رائع و في نفس الوقت المداق ولا اروع كنتمنى الوصفة تنادي اعجابكم و الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم